من أربيل عبر الأقمر الصناعية الدكتور مصطفى العاني عضو المكتب السياسي للمشروع العربي حول هذا الموضوع مرحبا بك الدكتور بداية ما هي رؤيتكم لما عقد في أنقرة بداية مساء الخير لكم ولمشاهدي قناة الفلوج الكرام اسمح لي أن أبارك وأهن قواتنا العراقية وشعبنا العراقي بانتصارات جيشنا الباسل وقواتنا المسلحة على الانتصارات المتوالية التي تحصل الآن في الجانب الأيمن من مدينة الموصل نعم بالحقيقة بالعودة إلى سؤالك بخصوص المؤتمر الذي أجري في تركيا والذي اجتمع فيه القيادات السنية هو لمناقشة وضع العراق والمحافظات العراقية المنكوبة التي طالها الإرهاب والمناقشة مرحلة ما بعد داعش هذا كان محور الرئيس في المحاور التي تم مناقشتها تم التأكيد كذلك على وحدة العراق ورفض أي محاولة لتقسيمه أو تجزئته نعم نعم هل سينبثق عن هذا الأمر قيادة سياسية تقود السنة في المرحلة المقبلة من العملية السياسية يعني كما هو معلوم أنه يعني خلينا نوصف إذا صح التعبير أنه المجتمع أو المكون السني تم تفريغه من القيادات السياسية والمجتمعية والفكرية مما أتاح هذا الفراغ أتاح لبراثن الأفكار المتطرفة والغير صحيحة من أن تموج بالناس وتعصف بأفكارهم ووصل الحال إلى ما وصل عليه الآن يعني في محافظاتنا فبالتأكيد هو اليوم يعني هذا طبعا يعني جزء مننا أو خلينا نكون دقيقين في الوصف أنه كل هذه الأمور أكدت أنه التنسيقات تتم وفق سقف الدستور فبالتالي هو يعني ترتيب للوضع والتجميع للبيت السني إذا صح التعبير طيب دكتور مصطفى يعني بما يخص تصريحات السيد سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي بوصفه لهذا المؤتمر بالعمل المشروع هل يفسر هذا التصريحات التي صدرت سابقا بأن هناك من يحاول القيام بحملة لجمع تواقع داخل مجلس النواب العراقي لاتهام من عقدوا هذا المؤتمر بالخيانة يعني أنا أريد أن أعقب على مسألة مهمة أي لقاء يعني تجريه بعض القيادات السياسية السنية سواء يعني في الداخل أو في الخارج هناك محاولات وردود أفعال لشيطنة هؤلاء السياسيين أو هذه المحاولات ودائما رميها بالخيانة وغيرها أنا مثل ما ذكرت لحضرتك قبل قليل والمشاهدين الكرام أن هذه الأمور وهذه اللقاءات التشاورية هي يعني تصب أصلا في صالح الحكومة في صالح الدولة العراقية لمساعدة الدولة لمساعدة الحكومة في إعادة أعمار المناطق المنكوبة في مساهمة في إعادة النازحين اليوم الوضع الاقتصادي في العراق يعني يشكو تدهورا كبيرا بسبب انخفاض أسعار النفط وقلة السيول النقدية وبالتالي نحن أمام ملفات كبيرة ومعقدة أهمها إعادة النازحين وإعادة أعمار المدن التي تم تحريرها فبالتالي هذه التواقع التي جمعت أنا أراها يعني هذه ردود أفعال طبيعية وليست جديدة علينا ونسمع بها ولكن أؤكد أنه كل المجتمعين الذين حضروا في هذا اللقاء هم اتفقوا على أن تكون هذه الأمور ضمن الإطار الدستوري وخاصة أن لا يوجد شيء يدعو إلى القلق سواء من جانب الحكومة أو الأطراف الأخرى فبالتالي كل مخرجات هذا الشيء أعتقد سوف تصب في مصلحة العراق بالأخير طيب دكتور هل نستطيع أن نصف أن هناك ترحيبا دوليا بخصوص مخرجات هذا المؤتمر يعني دعني أتكلم عن دول الجوار الإقليمي تحديدا أكيد سوف تتأثر بالمناخ العراقي إن صح التعبير وما جرى في العراق أكيد يلقي بظلاله على الجميع وعودة العراق إلى عمقه العربي تحديدا هذا شيء مهم جدا وسوف يساهم بشكل كبير في استقرار المنطقة عموما إذن الدكتور مصطفى العاني عضو المكتب السياسي للمشروع العربي انضممت إلينا عبر الأخمار الصناعية من أربيل نشكرك شكرا جزيلا